وسط إغلاق طرق وفرض تشديدات على المقدسيين نظمت بلدية الاحتلال في القدس ماراثوناً تهويدياً اعتادت على تنظيمه للسنة الثانية عشرة توالياً بمشاركة آلاف اليهود من جميع أنحاء العالم تحت حماية مشددة من جنود الاحتلال وشرطته مدينة القدس تحولت إلى سجن كبير بفعل ما يسمى بالماراثون بفعل أكثر من 30-40 حاجز شرطي حول المدينة المقدسة ومئات رجال من شرطة الاحتلال يغلقون مدينة القدس وشل الحياة فيها ومنع المصلين إلى الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك بحجة واهمة وهو الماراثون الرياضي الذي يفعله الاحتلال سنوياً في مدينة القدس وكان هناك تضييق كبير على المواطنين الذين أتوا من خارج مدينة القدس لكي يؤدوا صلاة الجمعة الكل يعلم أن صلاة الجمعة واليوم الطقس جيد ويأم أبناء شعبنا المسجد الأقصى المبارك بأعداد كبيرة ولكن هذه الدقيقات أدت إلى منع عدد كبير من الوصول إلى ساحات المسجد الأقصى والبلدة القديمة ومدينة القدس هذا الحدث التهويدي تزامن مع توافد الآلاف من القدس وخارجها لآداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الأمر الذي أعاق وصولهم إليها فيما استبقت شرطة الاحتلال الماراثون باعتقال ناشط مقدسي أفرجت عنه بعد ساعات شرط الإقامة الجبرية في العسوية بتهمة نيته إقامة ماراثون يتحدى بمفرده ما فعلوها طبعا أنا كل سنة بطلع ضد الماراثون التهويدي بكون معي إخواننا من القدس وبرضه أجانب بشاركوا بكون مدعيهم لهذه المشاركة من أجل إظهار هذه المنطقة محتلة ولكن هذه المرات السابقة بتم اعتقال مصادرة البلايز ولكن مرة هذه الحمد لله رب العالمين يعني إجت باعتقال ولكن احنا متعودين على هذا الاحتلال واليوم أنا ممنوع أطلع من العسوية حتى لا أتوجه لشوارع الكدس اللي أحتاج على هذا الماراثون وبيضيقوا الطرق بشكل مبالغ فيه وبيضيقوا على مصالح الناس وعلى المصلين المصلين بصيروا في مشكلة لهم يوصلوا هم بيحقوا على الأخبار أنه بنعمل تسهيلات بس على أرض الواقع هم بغلبوا أكثر بالزيادة كل ما بيقولوا بنعمل تسهيلات بيكون في غلب أكثر تحت مسمى الرياضة والثقافة تسعى بلدية الاحتلال لتمرير رواية تلمودية ومصطلحات وأسماء توراتية بدلا من المصطلحات العربية الإسلامية بهدف شطب الهوية العربية وإلغاء الثقافة الفلسطينية عن وجه المدينة أغلقوا الشوارع وفرضوا قيوداً وتضييقات وأعاقوا المقبلين للصلاة في رحاب الأقصى لتنظيم ماراثون تهويدي حاولوا من خلالها إطفاء شرعية زائفة على وجودهم في المدينة ليالي عيد مدينة القدس